موسيقى 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 الانطباء العام عن الممثل الكوميدي الأمريكي كيفين هارت هو سرعة البديهة بالكوميديا وخفة الظل التي طالما تجلت بوضوح سواء بأفلامه أو حتى عروضه الخاصة أو البرامج الحوارية التي يحل ضيفا عليها لكن هارت أثار جدلا بين روادي منصات التواصل الاجتماعي في مصر وصلت حد المطالبة بمقاطعة عرضه في مصر هذا هو الفيديو الذي نشره على صفحتي أو نشر على صفحة الشركة المنظمة في مصر I am coming to Cairo on February 21 and it's going down to Cairo Indoor Stadium. Get your tickets to my live event. That's right. My reality check tour will be in Cairo which means you need to be there too. So get your tickets so we can do what we do best and it's a laugh at the highest level possible. I can't wait to see you. قد تتساءلون لماذا غضب بعض المصريين من هذا الإعلان؟ السبب هو منشورات تم تداولها على مواقع التواصل لتصريحات منسوبة إليه. تقول بين قوسين يجب أن نعلم أولادنا تاريخ الأفارق السود الحقيقي عندما كانوا ملوكا في مصر. وليس فقط حقبة العبودية التي يتم ترسيخها في التعليم في أمريكا. تتذكرون الوقت الذي كنا فيه ملوكا ينتهي الاقتباس بحسب منشورات منتشرة على المواقع. تلك المنشورات أغضبت البعض واعتبروا أن كيفين هارت يحاول أن يغير التاريخ المصري ونسب حضارتها ونسب الحضارة الفرعونية إلى التاريخ الأفريقي هذه عينة من التدوينات. باشيري معا لإلغاء الحفلة كيفين هارت غير مرحب به في مصر. ببساطة هنا. أما هنا يقول كلامه صح. زمان مصر كانت أول وأعظم حضارة أفريقية. إحنا وما زلنا عندنا كل الألوان. لأننا من أقدم حضارات في التاريخ وبعدين. ما معنى لما بنلاقي فنانة سامرة بنفضل نقول نفر تيتي وسوسن بادر. ولما حد من بره يقول كده تزعله. أما هنا أورورا. كيفين هارت خفيف. دم وذكي. ويفهم كنا معاك يا أبو هارت. أما عمران زهران. لما يبقى واحد مصري شايف أوكي. مش مشكلة. بس ده واحد أمريكي أصله أفريقي. مين هو؟ عشان يقول لنا إحنا أصلنا إيه؟ والحضارة بتاعتنا كانوا مين؟ لم يثبت مشاهدين بالبحث حتى الآن صحة التصريحات المنسوبة لكيفين هارت. لكنه استثمر هذا العام مبلغ خمسمائة ألف دولار في شركة إنتاج. ونشر للكتب المصورة أو الكوميكس. اسمها بلاك سانز. تركز على قصص لأبطال من ذوي البشر السوداء. وقصص أفرو فيوترزم. التي تروي قصصا عن الأفارقة والتكنولوجيا والعلوم. من بعض الانتقادات لكيفين هارت. إنه داعم لحركة الأفروسنتريك. التي قامت بتأسيسها بعض الجماعات ذات الأصول الإفريقية في أوروبا وأمريكا. تهدف الحركة إلى الوقوف بوجه الآراء السائدة في الدول الغربية. بأن التفوق الحضاري الغربي الحديث هو الأصل. وتستعرض الإنجازات الإفريقية بعد كل ما عانته القارة السمراء من عنصرية واضطهاد لعقوده. نحن ومشاهدين في ترندينج تواصلنا مع كيفين هارت. لنتأكد من صحة تلك التصريحات. لكن لم نحصل حتى الآن على الرد. المؤرخ وكاتب المصريات بسام الشمع. يشرح لنا تاريخ وأصول مصر القديمة. نستمع إلى مقاله. الحضارات الأفريقية العظيمة لم تشيد الحضارة المصرية. كل تلك المعابد والاختراعات والابتكارات. كل تلك العلوم من طب وفلك وحكمة ومعمار وبناء أهرامات وتشيد مسلات. وكل هذا هو نتاج العبقرية المصرية القديمة التي هي بالجد الأكبر في قارة إفريقيا. وهي بالأب مصرية قديمة. ثم بالابن والحفيد هي أيضا ممزوجة بالوطن العربي. نعم هناك أسرة هي الأسرة الخمسة وعشرين. وهي الأسرة النوبية التي حكمت مصر آنزاك. ولكن لا يوجد أي تأثير كبير في الحضارة البصرية القديمة من قبل الحضارات الأفريقية العميقة. موسيقى 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 اشتركوا في القناة